تتواصل فعليات الدورة السادسة والستين لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية وتأتي هذه الدورة تحت شعار مصر بتتكلم حرفي ذلك بمشاركة أكثر من 450 عارضان وعارضة تحت شعار مصر بتتكلم حرفي تستمر فعليات الدورة السادسة والستين لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية حتى التاسع من مارس المقبل وذلك بمشاركة أكثر من 450 عارض وعارضة يعرضون منتجاتهم اليدوية على مساحة تتجاوز 3000 متر مربع هو المعرض منص حلوة قوي لأي حرفي أو أي حد بيعمل حاجة هند ميد أو عايز يطور أو يظهر منتجه عموما فبنبدأ نشتغل على المنتجات بتاعتنا طول السنة وبعد كده نيجي نشارك مع المعرض والميزة كمان أن أنت بتبقى عايز تعمل تطور من كل سنة لا عايز تطور من منتجك عشان المعرض قدقيه بيبقى سبيل دخل لنا عموما طبعا نحن نشكر وزارة التغضب الاجتماعي التي تحت لنا الفرصة أن نشارك في هذا الحفل اللي نحن فيه نحن نمثل طبعا دولة فلسطين ورابطة المرأة الفلسطينية في مصر نحن معروضاتنا عبارة عن منتجات فلسطينية بتعبر عن البيئة داخل فلسطين كلها بأيادي المرأة الفلسطينية بتبرز هويتنا ومنعتبره نوع من المقاومة أولا أنا بشارك بقالي سبع سنين مع وزارة التضامن الاجتماعي بنك اسكندرية كاليروفاست في العموما دي رابع سنة أنزله بقالي أربع سنين عالتوالي بنزل فيه الحمد لله بخصوص المشاركة احنا بنشارك من خلال لينكو هما بيبعتوهنا وبنشارك فيه والحمد لله هما بيختاروا المجموعة المناسبة للمعرض أو طبعا احنا بنبقى أكتر من ألف عارض مقدم هما بيبقى فيه ضغط على المشاركة في المعرض بيختاروا جزء وبيدوا مساحة لناس تانية بعدين إن شاء الله في الفترة اللي بعد دي دي خمس مشاركة ليه في معرض ديارنا لأن معرض ديارنا يعتبر من المعرض المرتخبة بالنسبة للجمهور المعرض بيفرق معي كتير طبعا يعني من شاركة في المعرض بتتدي احتكاك ما بينه وبين الفنانين الآخرين بتولد أفكار جديدة بتنشرك أكتر بالنسبة للجمهور معتز جاء من محافظة شمال سيناء إلى جانب عارضين من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وهم ضيوف شرف لهذه الدورة بهدف تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المحافظات ذات الثقافة والتراث المميز دي فرصة بالنسبة لنا فرصة متميزة إن احنا نخلي المنتج بتاعنا كل أفراد يعني كل الناس الموجودين في مصر يشوفوا المنتج بتاعنا ويتابعوه لو حتى الأشخاص اللي في الوطن العربي اللي هم موجودين معانا في مصر أو أي إن كان أجنبي مصري عربي يبقى المنتج معروض قدامه تمام فدي بتتخل لنا فرصة إن احنا نقدر نسوق المنتج بتاعنا ونقدر نعرضوا التراث بتاعنا اللي إحنا أهلنا أو بلدنا سينة متميزة به ونخلي الناس كلها تشوفوا وتلبسوا ويبقى موجود في كل بيت مصري السنة دي يعني كنا نضيف شرف إحنا ومجموعة تانية من شمال سينة وكده فاكينا بنعرض الحاجة بتاعتنا الحمد لله يعني معرض ممتاز ده التراث بتاع سينة يعني ده بيمتد من جد لجد لجد الجمعية معمولة من سبع ومن ثمانية وسبعين يعني شوه اللي هي كم سنة للسنة دي وهي في تقلق من يوم اليوم الجمعية شاملة حاجات كتير يعني احنا بنساعد الستات في بيوتها بيكون اللي هو فيه السيجاجيد برضو والأباجرات الملح ده كله هند ميت من سيوة فاحنا مبسوطين جدا جايين نعرض في معرض ديارنا عشان نعرف الناس الهند ميت اللي هو السيوي احنا لسا التراث موجود لحد الآن يعني معرض ديارنا يعد أحد أكبر وأعرق معرض الحرف اليدوية والذي يستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية وذلك بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة لهم جرمين إبراهيم التلفزيون المصري أعلنت الحكومة عن إعادة إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي الذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين ذلك لتوفير بديل محلي للمكونات وقطع الغيار جاء ذلك خلال افتتاح وزير التجارة والصناعة أحمد سمير فعاليات معرض فرص بلدنا وهو المعرض الأولى المتخصص في قطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج لأول مرة على أرض مصر تأتي فعاليات النسخة الأولى من معرض فرص بلدنا الذي يمثل فرصة لعرض وتوفير قطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج المختلفة معرض يأتي تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بدعم ومساندة الصناعة الوطنية وإلاء الأولوية للمنتج المحلية وتعظيم المكون المحلي داخل الصناعة المشاركة في المعرض النهاردة احنا عرضين كشركة محتاجين قطع غيار بدل ما نجيبها بالاستراد وكذا فنحاول بقدر امكان ان احنا نستغل المعرض ونستغل الفرصة اللي موجودة فيه وانحنا نشوف الشركات وقد ايه هيساعدونا في قطع الغيار اللي هي بنجيبها الاستراد وكذا المشاكل في المعرض داخلنا عشان نعلم الناس تعرف بعضيها احنا كمصنع بنصنع قطع غيار لازم نعرف الناس اللي محتاجانا واحنا ده برضو بنحب نقدم خدمة تصنع المحلي ونعمل تصنع المحلي في مصر عن طريق حاجات كتير اوكات بتصوب من برا فذاته بنصنعها محليا بنوفر عملة صعبة ونوفر من مغادرة بطريقة اسرع وينظم فعاليات المعرض مركز تحديث صناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من فبراير الجاري طبعا بناءنا على تعليمات معلية وزير التجارة والصناعة بالاهتمام بملف تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة محليا فجاءت الفكرة ان احنا في وقت قليل جدا نظمنا اول نواة لمعرض سلبي يمكن مصر كلها بتقول معرض سلبي يعني ايه فيه سلبي وفيه ايجابي هو معرض سلبي لعرض المستلزمات الانتاج المستوردة اللي يمكن انها تكون فرصة لعدد من المصنعين المحليين فدي تعتبر حلقة ونواة للتواصل ما بين المصنعين واعلنت وزارة التجارة والصناعة اعادة اطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلي تحت مسمى تمكين التصنيع المحلي والذي يشمل التشبيك بين المصنعين والموردين المحليين لتوفير بديل محلية للمكونات وقطع الغيارة وكذلك تطوير الموردين المحليين وربطهم بسلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى وايضا الترويج للاستثمار الصناعية من خلال قائمة تضم مائة واثنتين وخمسين فرصة استثمارية اعدها مركز تحديث صناعة وتضمن الافتتاح اطلاق المرحلة الاولى من منصة علامة بكل فخرة صنعة في مصر للمنشآت الصناعية مما يساهم في تعزيز تنفسية المنتج المصري اقليميا وعلى المستوى الدولي وتحظى نسخة هذا العام من المعرض بمشاركة اربعين شركة صناعية مختلفة تمثل عددا كبيرا من القطاعات الانتاجية في اسواق البترولة العالمية تراجعت اسعار النفطة بنحو ثلاثة بالمئة لتسجل تراجعا اسبوعيا بعد ان اشار احد صناع القرار في البنك المركزي الامريكي الا ان تخفضات الاسعار الفائدة قد تتأجل لشهرين اضافيين على الاقل وانخفض سعر العقود الاجلا لخام برينت بنسبة تقدر باثنين ونصف بالمئة الى واحدا وتمانين فاصل اثنين وستين دولار للبرميل فحين تراجعت العقود الاجلا لخام غربي تاكساس الوسيط الامريكي بنسبة تقدر باثنين فاصل سبعة من عشر بالمئة لتصل الى ستة وسبعين فاصل تسعة واربعين دولار كذلك تراجعت اسعار المزوط عالميا بنسبة اثنين فاصل تلاثة وعشرين من مئة بالمئة لتصل الى اثنين فاصل اربعة وستين دولار للتر وخبطت اسعار الغازي الطبعية بنسبة سبعة فاصل خمسة واربعين من مئة بالمئة لتسجل 1.6 من 10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انخفضت أسعار الغازي الأوروبية إلى مستويات ما قبل بدء روسيا تقليص الإمدادات بسبب الأزمة الأوكرانية مما يمنح الأمل بأن أزمة الطاقة التي اكتحت المنطقة قبل ثلاثة سنوات شارفت على الانتهاء وسجلت العقد الهولندية للغازي الطبعي 22.53 يورو لكل ميجاوات في الساعة وهو أقل من مستوى منذ شهر مايو من عام 2021 ومنذ بدء الأزمة حاولت دول الاتحاد الأوروبية تبحط طلب وتكثيف الوردات من الغازي المسال أمضى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ساعت في لقاءنا مع بعض المزارعين للاستماع لمظالمهم بعدما اقتحموا مقر انعقاد صالون الزراع الفرنسي احتجاجا على ارتفاع التكاليف والبيروقراطية تأتي أحدث الاحتجاجات بعد ثلاثة أسابيع حينما وضع المزارعون حواجز حول باريس وأنحاء أخرى من البلاد لحل مشاكلهم المتعلقة من خفاض الأجور والمنافسة غير العادلة من الخارج تبطأت توتيرة انخفاض أسعار المنازل الجديدة في الصين على أساس شهري في شهر يناير اتشهدت المدول الكبرى بعد الاستقرار ووفقا لبيانات مكتب الاحصاءات الوطنية الصينية تراجعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة تقدر بثلاثة من عشر بالمئة على أساسا شهري الشهر الماضي مقابل انخفاض يقدر بنسبة أربعة من عشر بالمئة في شهر ديسمبر وتكتفه الصين من الإجراءات الرامية لوقف الانكماش العقري بما في ذلك مطالبة البنوك المملوكة للدولة بتعزيز الإقراض للمشاريع السكنية كما اتجهت المزيد من المدن الكبرى نحو تخفيف القيود على الشراء لجذب مشترين المنازل اشتركوا في القناة